كابتر رضا هل موسيباني عنده عرض خارجي فعشان كده اطلق التصرحات دي وعشان كده من الاخر مش فارق معاه؟ والله لو هيمسك بايروم يونخ والله بعد النادي الاهلي ما هيشوف خير اسمع اللي انا بقولك عليه لو مسك بايروم يونخ انت فاكر مرة هنا جي جيروس فاكر جي ومشي من هنا رأى على فرقة اجنبية وقال لك اقول انتوا ما كنتوش اعجبكم في نادي الزمالك بعد ثلاث مطشات مشهور الناس ده ما بتحركش ده باء ده بص هيخرج من النادي الآلي ممكن يمسك باسم النادي الآلي اني كان ماسك النادي الآلي مش اني جابه طلوق النادي اني كان ماسك النادي الآلي وايشوفه اول خمس مطشاته اقولوله يلا يابقى مع السلامة يلا مع السلامة اسمع الكلام ده هو عايش في ميغة يعني وعشان كده الدلع اللي اتدلعه ده هو سبب التصرحات اللي بيعملها دلوقت إنما لو كان من الأول صاد على دماغه ما كانش هيقول التصريحات دي ده مشكلته إنه ما يعرفش إنه ماسك أكبر نادي في أفريقيا هل فيه سر خفي يخلي مسماني يقول التصريحات دي في التوقيت ده ما هو بص غير العروض لا 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 حتى لو فيه عروض حتى لو فيه عروض لو رايح نادي حتى أكبر نادي في العالم وقلت التصريحات دي أنا كنادي اللي أنا هجيبك هقلق منك لأنك إنت أصلا شكلك ملكش أمان إنت بمجرد لما بترمي عليك شوية ضغط بتطلع بتقول اللي ما بيتقلش وقلق إنما ده اللي أنا بقولولك ده فلس ده فلس فني هو مش عارف يلمي نفسه تاني قدام جمهيري النادي الآخر هيعمل إيه بقى في الدوري هو عايز يعني زي ما أنت بتقول كده ينطم المركب ينطم المركب عشان مين المدرب مين المدرب الأجنابي اللي أصلح بالنسبة للأهلي خلال الفترة اللي جاي لا أهم دي مجلس إدارة مع لجنة التخطيط وهايقعدوا وهايشوفوا وأكيد على فكرة ده الكلام ده وقت من قبل ما يجددوا له وهم كان قدامهم تلات أربع مدربين يعني الموضوع مش النهار ده مثلا هيدوروا على مدرب لا ده أما معهم كذا سفي في أديهم وتحت أديهم وتحت نظرهم وهم بيدرسهم واخد بالك وعارفين مين اللي هيجي ومين اللي يكون ده الفترة اللي جاية أو مين اللي بعده أو مين اللي بعده يعني حقين واحد واثنين وثلاثة أنت تتكلم في المنظومة طيب بكره احنا مع بعض إن شاء الله بعد ماتشو مصر وأسيوبيا بإذن الله يا حبيب إن شاء الله وتابعنا بقى عشان أقولك مين المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وتابعنا كمان لأن عندنا ضيف مهم جدا جدا النجم الكبير الكابتن عبدالسطار صبري آه حسلمني عليه حبيب هو أنت أحرف ولا عبدالسطار صبر يا كابتن ردة يا ابني احنا أقولنا عبدالسطار صبر أحرف واحد دي في مصر ده والله ده والله يعني أحرف من ردة عبدالعال وحمد عبداللطيف أحرف من أي حال أحرف من وحزم إمام وأبو تريكا وكل الناس دي يا مش كنته بس أنه ملعبش آله وزمالك بس بس لما لو لعب آله وزمالك ما كانش يبقى حاله كده كابتن ردة عبدالعالي النجم الكبير طبعا ونجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية ومحل بريمو بشكرك معلقا على أزمة مسماني مع النادي الأهلي واللي كان أول واحد فجرها كان ردة عبدالعال طوال الفترة اللي فاتت وكان بيؤكد وكان مصر ومتمسك برأيه بأن مسماني لا